المتابعين الكرام في كل مكان أسعد الله مساءكم بكل الخير إليكم نشرت على أحوال الجوية متوقعة خلال 24 ساعة القادمة أجواء جدا باردة هذه الليلة تتمثل بأجواء قارصة البرودة ودرجات حارة حول أو مدون الصفر المائوي يتوقع تشكل السقيق في مساحات جغرافية وزراعية واسعة ربما يتطال بعض مناطق الأغوار كما لو يستبعد هذه الليلة أن يتشكل الإنجماد والجليد في العديد من الطرق المبتلة خاصة في طرق المرتفعات الجبلية هذه الليلة تتراجع درجة حارة في العاصمة عمان إلى درجة مأوية واحدة تحت الصفر وأجواء قارصة البرودة في أغلب ومعظم مناطق المملكة نهار يوم غدا تستقر الأجواء لكن مع بقاة درجات الحارة دون معدلاتها المعتادة بعدد درجات الأجواء تكون غائمة جزيا باردة إلى شديدة البرودة بوجهها دعونا نتعرف على درجات الحارة العظمى وتوقعها غدا والصغرة ليلة الأحد على الاثنين نبدأها شمالا من إربد 11 إلى 5 جرش 12 سبعة في عجلون 10 إلى 6 درجات وفي المطرق من 12 إلى 5 درجات مأوية المناطق الوسطى من المملكة تكون في عمان 10 إلى 5 الصوت 11 إلى 6 مأدم 12 إلى 6 البحر 11 إلى 19 إلى 12 وفي الزرقاء من 13 إلى 7 درجات مأوية المناطق الجنالوبية من المملكة تكون في الكرك 11 إلى 5 الطفيلة 9 إلى 6 درجات معان 12 إلى 4 جبال الشراء من 8 إلى 9 وفي العقبة من 21 إلى 14 درجات مأوية أما في المناطق الشرقية المملكة تكون في الوشة 13-6 في الصفاوي 13-5 وفي الأزلق من 14 إلى 8 درجات مأوية قبل الختام بعض التوسيات الهامة بشأن الأحوال الجوية السائدة في المملكة ونتمثل أهمها بضورة الانتباه والحظر الشديد أثناء القيادة بسبب الانجماد المتوقع في بعض الطرق التي ما زال الثلج بها موجود ويذو وبالتالي الطرق المرتلة الأمر الآخر ضرورة انتباه من المخاطر السقيع في المساحات الزراعية المختلفة من المملكة ودائما ندعوكم إلى مراعاة الاستخدام الآمن لوسائل التدفع هذا كان كل ما دينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة حتى اللحظة دمتم دائما بخير إلى اللقاء